إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا شيخ سلامة؟ الحمد لله يا رب العالمين بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله وفيكم يا رب من فضلك يا شيخ أنا كنت عايزة يعني أسأل حضرتك عن حاجة أنا مطلقة نعم تمام ومعي بنت عمرها سنة وأربع شهور تمام وأنا يعني حضرتك سمعني؟ نعم أسمعك إيه تمام وأنا يعني ربي يعلم أني أنا أبدا ما كنتش عايزة خطوة الطلاق دي يعني نعم تبحان الله يعني مفيش حد بيكون عايزة ينفصل وكذلك ماشي ماشي سيا شيخ نعم وبعدين أكمل إيه طبعا يعني أهل زوجي يعني اتهموني اتهمات باطلة وربي هو اللي يعلم بيها أني أنا اتظلمت وبيتي تخرب يعني ظلم نعم فيعني أنا نفسيا تعبانة بسبب اللي حصل لي ومش عارفة خطة الظلم اللي أنا مريت به نعم ماشي فأه يعني أتمنى أن حضرتك تفدني إيه سؤالك يا أختي يعني الدعوات سؤالي أني أنا يعني أتمنى والله يا شيخ ربي يعلم إني أنا فعلا الموضوع ده مؤثر علي بطريقة صعبة فطبعا بينتي بتروح لوالدها في الشهر مرتين يعني حسب اتفاءل الأهل وكده بتروح لوالدها في الشهر مرتين خمس أيام كل مرة يعني بتقعد معي عشرين يوم وبتقعد مع والدها عشر أيام منفصلين يعني خمسة في أول الشهر وخمسة في آخره تمام فأنا يعني عايز أسأل إني هل ده ينفع أو لا لأن أنا مش متقبلة من بنتي تبعد عني فهل إن أنا لو منعتها مثلا الفترة دي هل هيكون علي إثم إني أنا أبعدها عن والدها اللي هو أصلا تخلى عنها طيب آه نعم عليك إثم حتى لو كان والدها تخلى عنها فلا يجوز لك أن تمنع البنت من أبيها لكن السؤال بقى إيه المانع أنك ترجع لزوجك هل في مشكلة أو لأبو بنتك أنا يعني أنا ما كنتش عايزة أنفصل منه أساسا بخلاص إيه المانع نعم إيه المانع أنك ترجعت يعني في مشكلة المانع أنه هو يا شيخ يعني ما بقاش علينا أنا وبنتي يعني تخلى عن أن أنا أصلا في فترة أني أنا كنت قاعدة عند أهلي ما كنتش قلت لأهلي أي مشكلة من اللي حصلت بأني وما كانوش يعرفه واتصلت بيه وقلت له أني أنا مش عايزة تطلق وعايزة يعني أني إحنا نرجع ونعيش تاني وكده عشان بنتنا قال لي أنا ما عنديش بنات طيب بصرف النظر عن الحيثيات وعن الخلافات وعن المشكلات اللي بينكم وبين بعض أنا سؤالي واضح أنت تحديدا عندك رغبة أنك ترجع لزوجك ونبدأ صفحة جديدة أو لأبو بنتك يعني وعفى الله عما سلف أنت عندك رغبة أيوة يعني أنا ربي يعلمني أنا كنت عايزة بنتي تنشأ آه قولي آه ما تنكسفيش أنك تقولي آه ما تنكسفيش تقولي آه لا مش هتك آه عشان بنتي آه ولكن هو ما بادرش بحاجة زي كده طيب خلاص صلى على النبي بس وحيد الله هو لم يبادر وانت كمان لا تبادلي لكن انت ما عندكش مانع أنه لو جي خبط على بب بيتكم أو كلمك أو بعتلك أنه مفيش مانع صح؟ لديك يعني أيوة طيب الحمد لله وطيب أنا في الحياة مش عارف هل هو يعني ممكن يسمعني دلوقتي لو أنا وجهت له رسالة ولا لأ وكمان أنا مش بس لن أكتفي بتوجيه رسالة له أنا بالعكس أنا مستعد والله بمستعد أن أنا أتدخل للصلح بينكما وأستطيع أن أنا أنا اللي أبادر بمسل هذه المبادرة ابعيني أنت خلص عن الموضوع سأقولي حضرتك على حاجة آه قولي أنا أصلا يعني بدرت وتكلمت معاه فكان أنت النتيجاني هو وراح وقال لأهلي وبعت لهم وأهلي غضبوا يعني قالوا لي أنت إزاي تتكلمي معاه هو واجهه وان ما تخلوهاش تكلمني يعني معا آه والله والله أنا تظلمت وربي هو اللي يعلم وأنا مستني يا ربنا يردلي مظلمتي يعني يعني ربي يعلم ربي يعلم طيب كده واضح أن الأهل يعني وغدين موقف من الموضوع أساسا صح؟ أهلي أنا أيوة يا شيخ أنا أصلا يعني أهلي أنا في فترة زواجي ما كانوش يعلموا عني أي حاجة وكنت مفاهمة ومني أنا عايشة حياة سعيدة وأمينة وكده إن شاء الله ولكن حصلت خلافات فجيت لأهلي يعني والطلاق حصل من إمتى؟ حصل من إمتى؟ حصل من إمتى الطلاق؟ الطلاق يعني أنا من شهر تسعة اللي فات كم سنة زواج؟ يعني عدتي انقضت سنة ونص سنة ونص آه آه الله يصلح حالك يا بنتي ويبالك فيك عموما أنا يعني لو أنت أردت أن أنا أقود مبادرة ما بينه وبين أهلك أنا ما عنديش مانعة أنا بحط رقم تليفوني الخاص عندي على قناتي على اليوتيوب قناتي أنا قناة سلامة عبد الأوي على اليوتيوب هتلاقي في رقم خاص كده أنا بتلقى عليه رسائل واتصالات فلو أنت شايفة أننا يعني ممكن أقود هذه المبادرة والله بنية الإصلاح بينكما لن أتأخر أكلمه وكلم أهلك وانت بعيد عن الموضوع خالص يعني وإن شاء الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لكن حتى ذلك الحين نصيحتي لك يا أختنا أن ما أصابك هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني قدر الله وما شاء فعل طب نعمل إيه؟ ده مصاب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وده ذكر يعني أكثري من الأذكار مثل هذا الذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا ذكر كل الأذكار اللي لسانك يعني يتعود عليها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله تعالى يقول فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين تلاوة القرآن الكريم اربطي نفسك بكتاب الله عز وجل اشغلي وقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى أي حد عنده مشكلة اجتماعية أو مشكلة نفسية وخاصة موضوع الوساوس أو ما شابه ذلك أنصحكم أنكم تلتزموا بكتاب الله عز وجل تلاوة وكمان لأ مش حفظ لأ لأن الحفظ دي ملكات فردية لا يطيقها كل الناس لكن حسنوا التلاوة تتعلموا التلاوة ولو متعلمين التلاوة اتعلموا أكتر لأن لسه ما زال في أحكام كتير كتير مننا بيغلط فيها ثانيا كتابة كتابة وانا هو اليوم ان شاء الله تعالى سأطلق مشروع مع حضرتكم وسأتابعه معكم لمن يرغب منكم على قناتي على اليوتيوب اللي يرغب منكم في المشاركة معنا في مشروع كتابة المصحف بخط اليد الله أكبر ونقابل ربنا سبحانه وتعالى كده وانا كتابي الذي كتبته بيدي كلام الله عز وجل تقولي يا شيخ ما المصحف كتيرة ومطبوعة لا ما أنا عارف المصحف كتيرة ما هي زكت بانا بخط إيدي أنا بخط إيدي يبقى فيه عندي كده تجيبي أجندة أو كشكول أو دفتر كبير كده فاضي خالص نعمله كده رسمة كده جميلة اللي كل واحد حسب جهده ونفرغ المصحف فيه بخط إيدينا بعلامات الضبط والتشكيل وعلامات الوقف والآيات يعني حاجة كده يعني بمنتهى المزاج نعملها يعني ليه لأني ده كتابي ربنا كرم وأطال في عمرنا حتى انتهينا منه يبقى خير وبركة معاك المصحف بتاعك اللي كتبته بإيدك يا سعدك يا هناك تكتب كده مقدمة وتكتب في النهاية دعاء بخط إيدك ويبقى ده مصحفك اللي تقرأ منه وتعيش بيه بقى طول عمرك مدت في الطريق قبل ما تكمل يبقى ديك ما تقلقش خدت ثواب إنك كملت وزيادة طب إيه فايدة الموضوع ده فايدة الموضوع ده الناس اللي عندها فراغ وبتشتكي من الفراغ وقاعد طول النهار وطول الليل على وسائل التواصل الاجتماعي بيقلف فيديوهات وبتفرج على مسلسلات وأفلام وبيضيع وقته والوقت ده سنحسب عليه بياناية دي الله سبحانه وتعالى بيشغل وقته بحاجة مفيدة الناس اللي عندها مشاكل نفسية واكتئاب وعندهم مشاكل أسرية وكل ما تحاول إن هي تخلص من المشكلة الأسرية تلاقي عندها مشاكل تانية بقى عندها واجب كل يوم بتكتب صفحة صفحتين ثلاثة بالإضافة إلى أن عندها مقرأة بتتعلم التلاوة مع أخواتها في الله أو فلان بيتعلم التلاوة مع إخوانه وهكذا بنرتبط بكتاب الله عز وجل نشغل وقتنا بعمل مفيد وأعتقد إن ما فيش أفيد ولا أعظم من أن يأتي العبد يوم القيامة وهو قارئ لكتاب الله عز وجل وهو كاتب له أيضا قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تخيلوا بقى العظمة الحرف الواحد بعشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف لا دي ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني دول تلات حروف تلاتين حسنة لما تيجي بقى تكتب المصحف فتقرأها أدي خدت إيه على الحسنة على الحرف عشر حسنات وبعدين فيه أضعاف مضاعفة بقى لما تيجي تكتبها وإنت بتكتبها بتقرأها أدي خدت كمان على الكتابة عشرة وعلى القراءة كمان عشرة يعني الحرف الواحد واقف عليك يجيب خمسين حسنات بدون كده ما نخسر حاجة خلص ده إحنا كسبانين ما كسب ضخمة وإحنا يوم القيامة العملة بعد الموت هي حسنات لا فيه دولار هينفع ولا دهب هينفع ولا بترول هينفع أموال إيه اللي بينفع الحسنات معك كم حسنة جاينا من الدنيا بقى عشتي ستين سبعين مئة سنة جاي معك كم حسنا لا معاييش طب تعالى بقى خش هنا طب معايا حسناتي بقى تدخل هنا فعايزين نكون نعمل رصيد حسنات قبل ما نروح وأعظم كنز مليء بالحسنات هو كتاب الله عز وجل تقرأ تاخد على الحرف عشر حسنات تسمع الحرف تاخد عليه عشر حسنات تكتبه تاخد عليه عشر حسنات تنظر إليه تاخد عليه عشر حسنات سبحان الله العظيم فبتضيع الوقت من إيدينا ليه عشان كده بقول لحضرتكم احنا عاملين مشروع عندنا القناة على اليوتيوب وده يعني مشروع وقفي وخيري لمن أراد أن يساهم منكم معنا مساهمة يعني مشاركة يشارك فيريت يسجل اسمه ويتعاون وهذا كله من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان موجود رقم التليفون هناك للي عايز يبعث رسالة على الواتساب ويشارك معنا فيه ترجمة نانسي قنقر